القراءة طبعا رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع. وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الاسد. ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة للك. او طاقتها تنطلق عليك. خلينا نشوف شو هي خطوتك اه بالمستقبل. عم شوفك اه عم تركز. رح تركز على الامور الايجابية. يعني في عندك بالمستقبل نضرة الى الامور ولكن من ناحية ايجابية. يعني بدك تنظر اه على الجمال الاشياء. على الاشياء الجميل بالشيء وتركز عليه. ايضا عم شوف. من ناحية الكومينيكيشن او من ناحية التواصل. في عندك رح يصير مع شخص تواصل اه كتير منيح. شخص رح تتفاهم معه. بجوز هو نفس الشخص. اه هيدا يصير فيه بينكم للمنفصلين ورجوع وللي اه اللي بينكم الوضع مش كتير منيح حاليا. عم شوف من ناحية التواصل. يعني من ناحية المصارحة الوضع بينكم رح يكون افضل. ولكن عندك نايت اوف تنتقلز هاش هالفارس. فارس الكوينز او فارس النقود. حركته بطيئة شوي. فخطواتك بالمستقبل رح تكون بطيئة ولكن عم شوفك رح تدرس الخطوات اكتر. يعني قبل ما تتخذ اي قرار. عم شوفك عم تدرس الامور اكتر. ايضا انت بالمستقبل مركز على رح تركز على الجانب العاطفي. عم شوف انه انت ناين اوف كوبس انت بتفكيرك عم تطمح الى كيف توصل الى الرضا النفسي او الى الرضا الذاتي. مع هالشخص وبعلاقتك مع هالشخص. فبشوف من جهة برج الاسد. البعض منكم فعلا بده يحط مجهود بها العلاقة. ايضا الابراج اللي ممكن تتعامل معها قبل ما انسى قبل ما نشوف شو خطوات الحبيبة المستقلية. الابراج اللي ممكن انت عم تتعامل معها. ممكن تكون ابراج اه نارية ولكن بتوقع اغلبية الطاقة النارية بالقراءة هي طاقتك. ممكن بعم تكون عم تتعامل مع ابراج ترابية. اه مش عم نشوف كتير اه ابراج مائية. ولكن بالغالبية ترابية. وايضا هوائية. ممكن يكون اه مائي هالشخص ولكن اه مش كتير مبين عندي مائي. ممكن يكون اي برش طبعا. هاي فقط احتمالات. اه بالنسبة لخطوة الحبيب القادمة او خطوته في المستقبل. عم نشوف انه هو مركز كتير على الجانب الروحاني هالشخص. عم يحاول يتقرب اه الى الله اكتر او عم يحاول يعني اه يرتقي او يعلى بروحانياته. لانه هو بده عم شوف بده ايضا يصلح الامور معك من الناحية العاطفية بده يكسبك كصديق هالشخص. قبل اه قبل ما يكسبك كحبيب للبعض منكم. عم شوفه منعزل. واذا انت بعلاقة جديدة غير هالشخص عم شوف هو عم يراقب من ابعيد علاقتك او عم يشوف عم يشوف تحركاتك مع الاشخاص اللي جديدة بحياتك. شخص عم شوفه حاليا منعزل منطوي على حاله عم عم يبحث عن عن اجوبه بالمجال الروحاني او عم يحاول انه يفهم اخر العلاقة بينكم شو هي لانه مبين انه هو بخطوة القادمة من ناحية المشاعر هالشخص في عنده مشاعر كتير فياضة فيه اوراق مائية هون كتير. فمن ناحية العاطفية عم شوفه كتير بده يعبر لالك او كتير يكن مشاعر اه لالك. الى انه عنده ايت الصراع عم يحس انه فيه منافسة بينه وبين الاشخاص اللي حوالك او فيه منافسة بينه وبينك تجاه اه اشيوعيا. عم يحس انه العلاقة بينكم اه فيها كتير من مش التناقض ولكن فيها كتير من من التحدي. وهو عم يحس انه دائما اه لازم يظهر بصورة قوية تجاهك هالشخص. ولكن عم شوف انه عنده اي امرأة بتوتع بحنان عاطفي كتير كبير يعني هالشخص رح يكون متعاطف اه كتير بالعلاقة بينكم تجاه العلاقة يعني بينكم وتجاهك انت شخصيا. ومشوف انه رح يكون كتير متعاطف مع المسألة. وايضا فقط هو في عنده شوي 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 مخاوف وبرانويا. بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل. فانت وهو رح تركزوا على كيف تشافوا العلاقة بينكم او كيف تصلحوا الوضع بينكم. عم شوف انه انت عندك النية وهو ايضا عنده النية. انه ترمز الى الشفاء. يعني الكارتين هدول بيحملوا نفس المساج او نفس الرسالة. فانت وهو بدكم توصلوا الى نقطة وسط او نقطة عدل او او نقطة تحلوا فيها الامور بينكم. بدنا تعلق من الناحية العاطفية. لانه في عندكم يعني في عندكم بالعاطفة برج الاسد بداية جديدة. ممكن تكون مع هالشخص وممكن تكون يعني بداية عاطفية جديدة مع شخص جديد او شخص اخر. ولكن عم شوف للبعض منكم برج الاسد. اللي منفصلين او اللي مش عم يحكوا مع الحبيب. يعني في عندك بدايات جديدة. ايضا ممكن انت عم تكون بتتعامل مع برج الجوزة. هالكرت بيتبع برج الجوزة. ممكن عم تتعامل مع برج السرطان. هالكرت بيتبع برج السرطان. وممكن ايضا عن تتحامل مع برج الثور. انه هالكرت عم يتبع برج الثور. ايضا جميع الكوت التوضيحية بالدك هاد جميعها ميجر ارقانا. او من الكوت الكبيرة يعني فيه تغيرات كبيرة رح تصير بينك وبين هالشخص. هلا نصوي بريك داون لكل كرت. انتم هو رح تنحطه بمطرح في كل اختيار او رح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او تختاروا انه ترجعوا لبعض او لا او تختاروا انه تصلحوا العلاقة مع بعض او لا. يختلف الوضع من شخصي لاخر. ايضا يعني فيه عندكم تقدم رح يكون سريع. بس تجتمع طاقة الحبيب وطاقتك انت مع بعض الوضع الحركة بينكم. التقدم بينكم رح يكون كتير سريع. لانه هالورقة تحكي عن التقدم الى الامام وايضا رح يكون تقدم كتير سريع. بالنسبة لهالكارت اخر كارت. فيه اه عم شوف انه انت هو عم تفكره بالتزام جدي او ارتباط جدي لانه هالكارت كارت الزواج. ولكن مش ممكن يعني بالضرورة انه يعني زواج ولكن يعني شيء جدي. يعني اذا انت وهو بعلاقة كاجول او ارتباط او ازتزام جدي. ايضا البعض منكم اللي بي علاقة ممكن بيتطور الوضع الى خطوبة او من خطوبة الى زواج. اه الفكرة بها الكارت انه الامور يعني رح اه تطلع اعلى او رح تطلع خطوة اعلى. فهاي تعقدكم المشتركة مع بعض كتير اه كتير منيحة عم شوف في عندك بدايات بالحب بالعاطفة جديدة عم شوف البعض منكم اللي مش عم يحكي اه مع الحبيب في عندكم فرصة بدك انت تشوف اذا اه رح تستغلها انت وهالشخص ولكن في عندك فرصة ايس اوف كابس في عندك فرصة جديدة لحتى تبدأ مع هالشخص يعني اه صفحة جديدة وايضا الطاقة بينكم رح تكون كتير سريع ففي اه فرصة لبرج الاسد كتير عالية ببدايات حب اه جديدة وايضا تواصل تواصل كتير سريع وكتير اه وكتير منيح. اوكي احباي برج الاسد بتتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك كومنت شير وسبسكاين ان شاء الله رح شوفكم في الفيديو افادي موسيقى